ما ذكرته لكم عن الرحلة الفضائية لذي القرنين ضعوها جانبا وتعالوا كي أقرأ عليكم ما جاء مرويا عن سلمان الفارس عن أمير المؤمنين عن رحلة فضائية القائد فيها أمير المؤمنين وسلمان كان مسافرا معه سلمان يحدثنا وسيتضح من الرحلة هذه من أنهم ساروا في المسار الذي سار فيه ذو القرنين كي يتأكد مضمون الرواية المتقدمة عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين التي قرأت ما قرأت عليكم منها من الجزء الثاني من تفسير العياشي إذا كنتم في شك من تلك الرواية فدونكم هذه الرواية إنني أقرأ عليكم من الجزء الخامس من تفسير البرهان للمحدث هاشم البحراني وتفسير البرهان هو جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية مثلما تفسير العياشي جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية البرهان جامع أوسع فيه أحاديث العياشي وأحاديث غير العياشي من أحاديثنا التفسيرية عن محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هذا هو الجزء الخامس من البرهان إنه جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية لهاشم البحراني الطبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان الرواية هي الأخرى طويلة أيضا ما هو الموضوع معقد رحلة في الفضاء لا بد أن تكون الرواية طويلة فإن الرواية تبدأ من الصفحة الثانية والثمانين وتنتهي في بدايات الصفحة السابعة والثمانين لا أجد وقتا لقراءة الرواية بكاملها سأقتطف منها لقطات مثل ما فعلت في الرواية السابقة أتمنى عليكم أن تدققوا النظر معي سلمان الفارسي يقول كنا جلوسا مع أمير المؤمنين بمنزله لما بويع عمر بن الخطاب متى بويع عمر بن الخطاب في أواخر جمادة الثاني في السنة الثالثة بعد العاشرة من الهجرة إذا أردنا أن نحدد باليوم والشهر والسنة 22 جمادة الثاني 13 هجري في هذا اليوم بويع عمر بن الخطاب بشكل رسمي 22 جمادة الثاني 13 للهجرة نحن الآن في أية سنة 1443 للهجرة فهذه الواقعة متى حدثت سنة 13 للهجرة ونحن الآن 1443 للهجرة احفظوا التعريخ لأننا سنحتاجه سنحتاجه لإثبات صحة ودقة هذه الرواية والتي ستثبت لنا صحة ودقة ما مر ما مر في الرواية السابقة لا لعنة على علم الرجال النجفي لا لعنة على منهج حوزة الطوسي فهذه الروايات ضعيفة السند بحسب قذارات ثولانكم في النجف أتحدث عن آيات الله العظمى عن هؤلاء الغبران الذين دمروا ديننا ودمروا قرآننا ودمروا عقائدنا بجهالتهم وجهلهم بسفاهتهم وسخفهم في منهجهم الحوزوي الضال منذ أن أسسه الطوسي المشؤوم حوزته المشؤومة سنة أربعمائة وثمانية وأربعين للهجرة وإلى هذه اللحظة وهم يسمعونني الآن يسمعونني هذا الكلام أقوله بملء ثمي ويقصل إلى مسامعهم بملء مسامعهم سلمان يقول كنا جلوسا مع أمير المؤمنين بمنزله لما بوهع عمر بن الخطاب هو يقول سلمان كنت أنا والحسن والحسين ومحمد بن الحنفية ومحمد بن أبي باكر قطعا كانوا صغارا محمد بن الحنفية كان صغيرا ومحمد بن أبي باكر كان صغيرا وحتى الحسن والحسين كانوا يافعين السلمان كان كبيرا كنت أنا والحسن والحسين كانا يافعين ومحمد بن الحنفية ومحمد بن أبي باكر ومحمد بن أبي باكر كان صغيرين وعمار بن ياسر والمقداد بن الأسوت سلمان سلمان وعمار والمقداد كانوا كانوا كبارا وأما الحسن والحسين كانا يافعين وأما محمد بن الحنفية ومحمد بن أبي باكر كانا صغيرين الواقعة مثل ما قال سلمان الواقعة كانت في منزل أمير المؤمنين الحكاية من هنا بدأت فقطعا الحسن والحسين موجودان ومحمد بن أبي باكر هو الأخر موجود تربى ونشأ في بيت أمير المؤمنين قطعا سلمان لما قال كنا جلوسا مع أمير المؤمنين بمنزله لما بويع عمر بن الخطاب هو لا يتحدث في اليوم الثاني من يوم بيعته فهو بويع في 22 جماد الثاني سنة 13 للهجرة فهذا لا يعني النوم في اليوم نفسه أو في اليوم الثاني وإنما بعدما بويع قد يكون في السنة نفسها في سنة 13 للهجرة قد يكون هذا وهو الأقرب للألفاظ وقد يكون بعد هذا التأريخ في سنة 14 15 16 للهجرة حتى يكون مناسبا لتفاصيل الواقعة بحيث أن محمد ابن الحنفية ومحمد ابن أبي بكر في سن مناسب للاشتراك في هذه السفرة بالنتيجة فإن الحادثة فإن الحادثة قد وقعت أيام خلافة عمر في بداية سني خلافته إن لم تكن قد وقعت في السنة الأولى سلمان يقول كنت أنا والحسن والحسين ومحمد ابن الحنفية ومحمد ابن أبي بكر وعمار ابن ياسر والمقداد ابن الأسود الكندي هؤلاء جميعا كانوا في منزل أمير المؤمنين فدار حديث أنا لا أريد أن أقرأ الرواية بكل تفاصيلها يمكنكم أن تعود إلى المصدر الذي أقرأ منه الجزء الخامس من تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني إنها طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 82 الحديث الثالث وقد نقله هاشم البحراني عن كتاب هذا عنوانه منهج التحقيق إلى سواء الطريق سلمان مع الذين ذكرهم في بيت أمير المؤمنين صار الاتفاق أن أمير المؤمنين يأخذهم في سفر فضائي سلمان يقول فما كان بأسرع من أن جاءت سحابة سلمان يقرب الفكرة للمتلقي فماذا سيقول له كيف سيخبره عن الوسيلة التي انتقلوا بها فما كان بأسرع من أن جاءت سحابة فوقعت على الدار لما أراد أمير المؤمنين أن يأخذهم في هذه السفرة الفضائية هذه هي الوسيلة النقلية استدعاها أمير المؤمنين من المكان الذي توجد فيه هذه التقنيات فما كان بأسرع من أن جاءت سحابة فوقعت على الدار وإذا بجانبها سحابة أخرى وسيلتان نقليتان فقال أمير المؤمنين أيتها السحابة بطي بإذن الله تعالى فهبطت وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك خليفته ووصيه الشهادة الثالثة بجانب الشهادة الأولى والثانية ألا لعنة على فتاوى مراجع النجف التي تقول من أن الشهادة الثالثة ما هي بجزء واجب في أجزاء الأذان والإقامة والتي تقول من أن الشهادة الثالثة ما هي بجزء واجب للذي يتشهد معلنا إسلامه يكتفون بالشهادة الأولى والثانية ألا لعنة على فتاواهم ألا لعنة على منهجهم القذر ألا لعنة على عقائدهم الفاسدة دين نهقص وسخ عقائد ضالة منهج مرجئي قذر خبيث فتاوا وسخ تصرح من أن ذكر علي في التشهد الوسط والأخير يبطل الصلاة ألا لعنة على صلاتك فقال أمير المؤمنين أيتها السحابة هبطي بإذن الله تعالى فهبطت وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك خليفته ووصيه من شك فيك فقد ضل سبيل النجاة قال سلمان يقول ثم انبسطت السحابة على وجه الأرض هل هذه سحابة من الغيوم هذه وسيلة نقلية جاءت فاستقرت في فضاء الدار فأصدر الأمير إليها أمره أن تنزل إلى المكان الذي يريد منها أن تنزل فيه ما نحن الآن نتحدث مع أجهزة الموبايل حينما نريد أن نتصل تلفونيا بشخص معين وهكذا الكثير من الأجهزة تحتاج إلى بصمة صوتية ها هي بصمة صوتية وها هي هذه الأجهزة المتطورة تجيب أمير المؤمنين بهذه النغمة هذه نغمتها كالنغمات التي تمثل لنا جوابا حينما نتحدث مع الأجهزة الألكترونية المتطورة هذه نغمة هذه الأجهزة أمير المؤمنين قال لها أيتها السحابة أهبطي بإذن الله تعالى فهبطت وهي تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنك خليفته ووصيه من شك فيك فقد ضل سبيل النجاة قال سلمان ثم انبسطت السحابة على وجه الأرض حتى كأنها بساط موضوع يذكرنا هذا ببساط سليمان ما هم شيعتهم ما سليمان من شيعة علي وآل علي كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا وذو القرنين من شيعة علي لا يعجبكم كلامي لا يعجبكم أنت أنت طبق طب أنت ومراجعك الهتلية اللي اللي يعلموك على عدم معرفة العقيدة السليمة طبق طوب أنت ذول الهتلية من المراجع الذين تأخذ دينك منهم أنا حر بديني وأنت حر بدينك قال ثم انبسطت السحابة على وجه الأرض حتى كأنها بساط موضوع فقال أمير المؤمنين اجلسوا على الغمامة فجلسنا هذا هو اسمها اجلسوا على الغمامة فجلسنا وأخذنا مواضعنا إذن هناك أماكن للجلوس أخذنا مواضعنا هناك مواضع للجلوس وهناك طريقة وبرنامج منامج للسفر بهذه الوسيلة ولذا سلمان يقول وأخذنا مواضعنا فقال أمير المؤمنين اجلسوا على الغمامة فجلسنا وأخذنا مواضعنا نذهب إلى فاصل عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارة وحارة الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيّت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرّت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكله أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه لا كيف وأنه وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال سلمان ثم انبسطت السحابة على وجه الأرض حتى كأنها بساط موضوع قلت لكم تذكروا بساط سليمان فيبدو فيبدو أن الوسائل متقاربة قطعا في كل زمان بحسبه ثم انبسطت السحابة على وجه الأرض هكذا يقول سلمان حتى كأنها بساط موضوع فقال أمير المؤمنين اجلسوا على الغمامة فجلسنا وأخذنا مواضعنا فأشار إلى السحابة الأخرى لأن الأمير ما صعد على السحابة التي صعدوا عليها جميعا فأشار إلى السحابة الأخرى فهبطت وهي تقول كما قالت الأولى شهدت بشهادة الأولى والثانية والثالثة على لعنة على فتاوى مراجع النجاف أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد الرسول الله وأنك خليفته ووصيه من شك فيك فقد ضل سبيل النجاة فأشار إلى السحابة الأخرى فهبطت وهي تقول كما قالت الأولى وجلس أمير المؤمنين عليها ثم تكلم بكلام وأشار إليهما إلى السحابتين بالمسير نحو المغرب وإذا بالريح قد دخلت تحت السحابتين فرفعتهما رفعا رفيقا بهدوء رخاءا مثل ما مر في كرسي سليمان فرفعتهما فرفعتهما رفعا رفيقا فتمايلت سلمان يقول فتمايلت نحو أمير المؤمنين سلمان جالسا مع الذين كانوا معه في السحابة الأولى التي سماها أمير المؤمنين الغمامة كانوا جالسين في الغمامة والأمير كان جالسا في غمامته سلمان يقول فتمايلت نحو أمير المؤمنين وإذا به على كرسي هم أيضا يجلسون على كراسي مثل ما مر علينا في بساط سليمان عن يمينه ثلاثمائة ألف كرسي لعسكره من الإنس وعن يساره ثلاثمائة ألف كرسي لعسكره من الجن مر علينا هذا في رواية عن أمير المؤمنين أيضا قرأتها عليكم من تفسير قمي رضوان الله تعالى عليه فتمايلت نحو أمير المؤمنين وإذا به على كرسي ما هي هذه الغمامة كتلك الغمامة التي جلس فيها سلمان ومن معه هو قال وأخذنا مواضعنا جلسوا على الكراسي الخاصة للجلوس فتمايلت نحو أمير المؤمنين وإذا به على كرسي والنور يسطع من وجشه ووجهه أنور من القمر تستمر الرواية أذهب إلى لقطة أخرى الإمام الحسن الذي كان يافعا في زمن هذه الرحلة الفضائية يقول لأبيه أمير المؤمنين الحسن الحسن كان في الغمامة التي فيها سلمان وعمار والمقدات فقال فقال الحسن لأمير المؤمنين أريد أن تريني يأجوج ومأجوج والسد الذي بيننا وبينه إنها رحلة فضائية فيأجوج ومأجوج في الفضاء وهذا ما ستبينه لنا الرواية الشريفة فقال الحسن الحسن الصبت يقول لأمير المؤمنين أريد أن تريني يأجوج ومأجوج والسد الذي بيننا وبينهم فسارت الريح تحت السحاب تحت السحاب تحت الغمامة الأولى والثانية فسمعنا لها دويا كدويا رعت هذه السرعة الثانية كسرعة بساط سليمان العاصفة تلاحظون الاتساق والتناسق بين الآيات والوقائع والأحداث والروايات منظومة واحدة ألا لعنة على حوزة النجاف التي نقضت بيعة الغدير ورفضت أن تفسر القرآن بتفسير علي وآل علي وذهبوا يفسرون القرآن بحسب المنهج العمري ألا تلاحظون الاتساق الكامل بين الآيات التي حدثتنا عن الريح الرخاء وعن الريح العاصفة وعن الروايات التي أخبرتنا عن بساط سليمان وعن رحلة ذي القرنين منظومة حديثية واحدة ألا لعنة على منهج حوزة الطوسي بحسب منهجهم كل هذه الحقائق ليست صحيحة كل هذه العقائد ليست سليمة أخذوا أجدادنا وآباءنا وأخذونا إلى ضلالهم إلى فكرهم المرجئي القذر وحجبوا عن هذه الحقائق ألا لعنة على حوزتهم ألا لعنة على منهجهم ألا لعنة على كتبهم ألا لعنة على عقائدهم ألا لعنة على فتاواهم فقال الحسن إمامنا الحسن السبت أريد أن تريني يأجوج ومأجوج والسد الذي بيننا وبينهم فسارت الريح تحت السحاب فسمعنا لها دويا كدويا رعت إنها الوسائل والأسباب هذه التفاصيل لا تجري تحت قانون وذل كل شيء لكم لا بد أن تعرف هذه الحقيقة ذلك القانون أسمى من كل هذه المعاني هذه أسباب السماوات وهذه التقنيات من حضارات في سماء الدنيا من دواب السماء مثل ما جاء ذو القرنين بتلك الأجهزة بعد تلك الرحلة التعليمية الأولى حين رفع إلى السماء الدنيا قطعا الوسائل التي يستعملها محمد وأهل محمد هي أكثر تطورا من الوسائل التي استعملها سليمان فكل بحسبه ومن الوسائل التي استعملها ذو القرنين فكل بحسب علمه وشأنه ومقامه فقال الحسن أريد أن تريني يأجوج ومأجوج والسد الذي بيننا وبينهم فسارت الريح تحت السحاب فسمعنا لها دويا كدوي الرعد وعلت في الهواء علت في الهواء في الفضاء الهواء هو الفضاء فالعرب تسمي هذا الذي حولنا تسميه بالهواء هذا الذي قد يقال عنه الفراغ ما هو بفراغ ولكن يقال له الفراغ وعلت في الهواء وعلت في الفضاء وأمير المؤمنين يقدمنا يقدمنا الغمامة التي كان عليها أمير المؤمنين ما هو القائد كانت تعلو قبل الغمامة التي كان عليها الحسنان والبقية والذي يحدثنا سلمان وأمير المؤمنين يقدمنا حتى انتهينا إلى جبل شامخ في العلو كل هذا الحديث في الفضاء فسلمان حين قال من أننا تحركنا نحو المغرب مراده نحو المغرب في الفضاء خروجا من الأرض كالذي حدث في آيات سورة الكهف عن المغرب والمشرق وفي الرواية العلوية التي شرحتها حتى انتهينا إلى جبل شامخ في العلو الرواية تستمر إلى أن يقول سلمان في الصفحة الرابعة والثمانين الرواية طويلة وأمر الريحة فسارت بنا وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق هذا تواصل مع الملائكة هذه رؤية إما أن تكون عبر البصيرة التي تتجاوز رؤية الحواس رؤية حاسة البصر أو أنها رؤية عبر أجهزة وعبر شاشات في الوسائل النقلية تلك التي تحرك بها في سفرهم هذا تجعلهم يتواصلون مع الملائكة أو مع المخلوقات العظيمة في كوننا الذي هو في السماء الدنيا في هذا الكون الفسيح الواسع وأمر الريحة فسارت بنا وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق فلما نظر الملك إلى أمير المؤمنين قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يشير إلى القائم وإلى الرجعة وأشهد أنك وصيه وخليفته حقا وصدقا الشهادة الثالثة في كل مكان إلا في الفتاوى الملعونة لمراجع النجف إلا في صلواتهم القذرة في صلوات مراجع النجف ومقلديهم الشهادة الثالثة في كل مكان في التكوين والتشريع إلا عنده مراجع النجف سود الله وجوههم شلون دين طايا حظ دينه وأمر الريحة فسارت بنا وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق فلما نظر الملك إلى أمير المؤمنين قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هذه الشهادة الحقيقية بالرسالة والنبوة فنبوة محمد ورسالته حقيقتها تتجلى في عصر الرجعة العظيمة والعصر القائمي مقدمة للرجعة العظيمة أيام الله ثلاثة يوم القائم ويوم الرجعة ويوم القيامة الكبرى ورسالة محمد ونبوة محمد ودين محمد يتجلى في دولته المحمدية العظمى التي هي جنة الأرض جنة الدنيا هناك يظهر الله دين محمد على الدين كله في كل كوننا في كل عوالم الغيب والشهادة في كل تلك الحضارات الممتدة في كوننا الفسيح الواسع تلك هي رسالة محمد وذلك هو دين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله فهذا الملك يشهد بهذه الشهادة الحقيقية لا لا كما يشهد مراجع النجف بشهادة عقيدة أهل السقيفة فمراجع النجف لا يعتقدون بالرجعة ولا يعرفون أسرارها ولا يؤمنون بها يتحدثون عن رجعة بعض الأموات التي هي جزء من البرنامج القائمي في اليوم الأول عودوا إلى البرامج السابقة كي تطلع على التفاصيل أهم مجموعة مجموعة حلقات أعرف إمامك كي تعرف العقيدة السليمة كي تنظف عقولكم من قذارات مراجع حوزة الطوسي ألا لعنة على منهجه وأمر الريحة فسارت بنا وإذا نحن بملك يده في المغرب والأخرى بالمشرق فلما نظر الملك إلى أمير المؤمنين قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وأشهد أنك وصيه وخليفته حقا وصدقا فقلت يا أمير المؤمنين سلمان يسأل الأمير قطعا هذا السؤال إما أن يكون تواصلا عبر البصيرة عبر الغيب فقد كان سلمان محدثا عن علي أو أنه عبر الأجهزة المتوفرة في وسائل النقل التي كانوا يستقلونها هذا فالأمير كان في غمامته وسلمان مع مع الذين معه كانوا في غمامتهم فقلت يا أمير المؤمنين من هذا الذي يده في المغرب ويده الأخرى في المشرق فقال أمير المؤمنين هذا الملك الذي وكله الله تعالى بظلمة الليل وضوء النهار ولا يزول إلى يوم القيامة وإن الله تعالى جعل أمر الدنيا إلي وإن أعمال العباد تعرض علي في كل يوم أمير المؤمنين يتحدث عن نفسه وإن الله تعالى جعل أمر الدنيا إلي وإن أعمال العباد تعرض علي في كل يوم ثم ترفع إلى الله تعالى ما هي السماوات لها أسبابها والأرض لها أسبابها التكوين له أسبابه والتشريع له أسبابه وسادة الأسباب محمد وآل محمد فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل كما نقرأ في زيارة الندبة الشريفة التي هي زيارة مروية عن الناحية المقدسة ثم سرنا ساروا في هذه الوسائل النقلية الفضائية ثم سرنا حتى وقفنا على سد يأجوج ومأجوج فقال أمير المؤمنين للريح أهبطي بنا مما يلي هذا الجبل وأشار بيده إلى جبل شامخ في العلو وهو جبل الخضر لأن الخضر قد مر من هنا فتلك المناطق التي مر فيها ذو القرنين ومر فيها الخضر وهو وزير ذو القرنين سميت بأسمائهم فهذا شأن الملوك حينما يبسطون سلطة ملكهم سلطة دولتهم على بقاع معينة فإن البقاع تلك تسمى بأسمائهم وما هذا بغريب وأشار بيده إلى جبل شامخ في العلو وهو جبل الخضر ومر الحديث عن الخضر في الرواية المتقدمة عن السفرة الفضائية لذي القرنين والخضر الذي كان وزيرا له قد تقول من أن الرواية هذه وضعها الذي وضع الرواية السابقة حتى إذا أردت أن أقبل هذا الكلام استبر علي يا أيها القائل إلى آخر الرواية سأضع بين يديك دليلا يرغم أنفك ثم سرنا حتى وقفنا على سد يأجوج ومأجوج فقال أمير المؤمنين للريح أهبطي بنا مما يلي هذا الجبل وأشار بيده إلى جبل شامخ في العلو ليس بالضرورة حينما يأتي ذكر الجبل في هذه الروايات التي تتحدث عن السفر في الفضاء فإن المراد من الجبل هو الذي نعرفه في العرض وأشار بيده إلى جبل شامخ في العلو وهو جبل الخضر فنظرنا إلى السد وإذا ارتفاعه ما يحد البصر إنه ارتفاع هائل وإذا ارتفاعه ما يحد البصر ما يحد البصر يجعل البصر محدودا فهو مستمر وقد بيّنت لكم من أن السد الذي بناه ذو القرنين والذي هو في الحقيقة ردم هو أقوى من السد إنه بناء في السماء مرت التفاصيل والرواية تحدثنا عن السماء عن الفضاء إذا ما وصلنا إلى آخرها فإن الصورة ستكون جلية وواضحة جدا فنظرنا إلى السد وإذا ارتفاعه ما يحد البصر البصر يصبح محدودا وهو أسود كقطعة الليل الدامس الدامس الشديد الظلام الذي لا يستطيع الإنسان أن يتميز فيه الأشياء لا يستطيع أن يرى مطلقا وإذا ارتفاعه ما يحد البصر ما يجعل البصر محدودا وهو أسود كقطعة الليل الدامس يخرج من أرجائه الدخان فهل هذا جبل كجبال الأرض فقال أمير المؤمنين يا أبا محمد يتحدث مع الحسن السبت لأنه هو الذي طلب من الأمير أن يأخذهم إلى سد يأجوج ومأجوج فقال أمير المؤمنين يا أبا محمد أنا صاحب هذا الأمر على هؤلاء العبيد يشير إلى أقوام يأجوج ومأجوج قال سلمان فرأيت أصنافا ثلاثة مما رآه هناك ليس بالضرورة أن الجميع على هذه الشاكلة فرأيت أصنافا ثلاثة طول أحدهم مئة وعشرون ذراعة مئة وعشرون ذراعة يعني ستين مترا فالذراع إذا كان الحديث عن ذراعنا البشري العادي فالذراع يشكل نصف متر بقياساتنا المعاصرة الذراع الطبيعي الاعتيادي للإنسان لأننا إذا جمعنا ذراعنا إلى صدورنا هذه المسافة تقارب المتر بحدود المتر وقد تكون أكثر عند بعض الأشخاص هذه قضية نسبية وقد تكون أقل عند أشخاص آخرين الكلام تقريبي فسلمان يقول فرأيت أصنافا ثلاثة طول أحدهم مئة وعشرون ذراعا ما يقرب من ستين مترا والثاني طول كل واحد منهم ستون ذراعا ما يقرب من ثلاثين مترا والثالث النوع الثالث يفرش أحد أذنيه تحت والأخر يلتحف بها هذه الأصناف التي رأاها سلمان هناك القضية لا تقتصر على هذه الأصناف هذا كناظر ينظر إلى الأرض فيرى فيلا ويرى تمساحا ويرى مثلا نعجة أو يرى ثورة وهكذا فإنه رأى أصنافا ثلاثة فليس بالضرورة أن كل الأصناف تنحصر بهذه الأوصاف الحديث عن أقوام يأجوج ومأجوج ثم إن أمير المؤمنين أمر الريح فسارت بنا إلى جبل قاف جبل قاف في السماء إنه موطن في مجرتنا في مجرة درب التبانة مثل ما يبدو من الروايات الشريفة لكنه في الفضاء الروايات تقول من أنه جبل محيط بالأرض ليس بالضرورة أن يكون جبلاً صخرياً قد يكون مجالاً مغناطيسياً قد يكون بؤرةً من بؤر الطاقة الكونية نحن لا نعرف هذه الأسرار ثم إن أمير المؤمنين خلاصة ما أريد أن أصل إليه من أن الرحلة في الفضاء ثم إن أمير المؤمنين أمر الريحة فسارت بنا إلى جبل قاف فانتهينا إليه وإذا هو من زمردة خضراء مر الحديث علينا قبل قليل عن الزبرجد الذي هو نوع من أنواع الزمرد عن الزبرجد الذي داسوه أصحاب ذي القرنين بسنابك خيولهم والبعض أخذ والبعض لم يأخذ وهيمنت الندامة عليهم جميعا ثم إن أمير المؤمنين أمر الريحة فسارت بنا إلى جبل قاف في الروايات جبل قاف جبل محيط بالعرض فانتهينا إليه وإذا هو من زمردة خضراء وعليها ملك على صورة النسر الرواية طويلة 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 جدا أذهب إلى آخرها ثم سألناه سألنا أمير المؤمنين ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا الرجوع إلى الأرض التفتوا معي التفتوا معي إلى هذه الكلمات ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا فقال أفعل ذلك إن شاء الله تعالى رحلة طويلة أنا ما قرأت من الرواية شيئا قرأت شيئا يسيرا سطورا منها ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا فقال أفعل ذلك إن شاء الله تعالى وأشار إلى السحابتين فدنتا منا لأنهم كانوا قد نزلوا من السحابتين من الغمامتين نزلوا في بعض المواطن من رحلتهم ومن سفرهم فقال خذوا مواضعكم لا بد أن يجلسوا بطريقة خاصة هذا التعبير يشعر بهذا المعنى فقال خذوا مواضعكم فجلسنا على سحابة في سحابتهم التي جاءوا بها من الأرض وجلس الأمير على أخرى وأمر الريحة فحملتنا حتى صرنا في الجو العبارة جميلة حتى صرنا في الجو ولم يقل حتى صرنا في الهواء الهواء هو الفضاء ولكن التعبير بالجو تعبير واضح حتى صرنا في الجو لاحظوا العبارة المهمة هنا حتى رأينا الأرض كالدرهم كالدرهم إنها الكرة الأرضية حتى رأينا الأرض كالدرهم سفر في الفضاء حتى رأينا الأرض كالدرهم أنا أسألكم وأسأل وجدانكم وإنصافكم إن كان عندكم وجدان وإن كان عندكم إنصاف أخاطب الذين يعتمدون المنهج السندية القذر في رفض هذه الأحادي هذا الكتاب تفسير البرهان للسيد هاشم البحراني متى أولف هاشم البحراني توفي سنة 1107 1107 للهجرة قطعا هذا الكتاب ألفه قبل وفاته هاشم البحراني توفي سنة 1107 للهجرة الكتاب قطعا ألفه قبل هذا التأريخ قبل 1107 نحن نحن الآن في سنة 1443 هذا الكتاب مؤلف قبل 350 سنة سيد هاشم البحراني نقل الرواية من كتاب آخر ذكرته لكم منهج التحقيق إلى سواء الطريق هذا الكتاب كان موجودا قبل هاشم البحراني وقبل كتاب هاشم البحراني حتى إذا أردت أن أقول من أن هاشم البحراني هو الذي افترى هذا الحديد من أين جاء بهذه المعلومة قبل 350 سنة من أن الأرض للذي يسافر في الفضاء وإذا رجع إليها يراها من بعيد كالدرهان من أين جاء بهذه المعلومة بحدود ثقافتي وأنا قد اطلعت على الكثير من المعلومات والثقافات اطلعت على كتب الفلسفة وكتب التأريخ واطلعت على الكثير من كتب العلوم القديمة والحديثة إنني ما وجدت شيئا كهذا في كتب القدماء من حديث عن رحلة في الفضاء وأن الراجع إلى الأرض يرى الأرض كالدرهان لماذا وصفها سلمان بالدرهان لماذا لم يصفها بالدينار ما هو الدينار أغلى ثمنا والدينار أقرب إلى حواس الإنسان من الدرهان فهو الأغلى وهو الأجمل وهو الأفضل لماذا وصفها بالدرهان لأن الدينار ذهبي والأرض للقادم من الفضاء إليها لا يراها ذهبي هذا نحن عرفناه الآن هذا عرفناه بعد أن صورت الأرض ماذا ماذا يسمون الأرض بالكوكب الأزرق بعد أن صورت بعد أن استطاع الإنسان أن يخرج من الأرض زرقة الأرض مردها إلى كثرة الماء فيها فمساحة الماء فيها واسعة كبيرة جدا هناك مياه المحيطات والبحار التي هي مساحات متصلة واسعة وهناك مياه حتى في الأرض اليابسة مياه البحيرات مياه الأنهار مياه السواقي مياه الجداول مياه الشلالات مياه العيون في الأرض اليابسة فلون الماء مع انعكاس الضوء عبر الغلاف الغازي يجعل الأرض ملونة بلون قريب من اللون الأزرق الذي يخالطه شيء من اللون الرصاصي وهذا هو لون الدرام الدراهم في زمان هذه السفرة كانت تصنع من الفضة التي ما هي بفضة صافية ما كانوا يمتلكون الوسائل لتنقية الفضة في الزمان الذي حدثت فيه هذه السفرة على الأرض وخصوصا في بلاد العرب الدنانير والدراهم كان اليهود يصنعونها في بلاد العرب وهناك من يصنعها في بلاد اليمن في بلاد المدينة في المدينة في يثرب كان اليهود يصنعون الدنانير والدراهم بالوسائل المتخلفة التي يملكونها فكانت الفضة التي يستعملونها كانت مخلوطة بعناصر أخرى زوروا المتاحفة وانظروا إلى الدراهم القديمة ما هي بفضية بذلك اللون الفضي البراق الصافي هناك زرقة فيها بسبب الشوائب المختلطة بالفضة وصف دقيق من سلمان للكرة الأرضية من أنها كالدرهم إنه الكوكب الأزرق أتعلمون من أن أقدم صورة صورت للكرة الأرضية متى كانت 1966 ميلادي هذا الكتاب أتحدث عن تفسير البرهان مؤلف قبل 350 سنة يعني قبل أول صورة أخذت للأرض هذا الكتاب مؤلف بثلاثة قرون فمن أين جاء هاشم البحراني بهذه المعلومة إذا كانت هذه الرواية مكذوبة مع أن هاشم البحراني نقلها عن كتاب قبل لكنني أفترض أن هاشم البحراني هو الذي افترى هذه الرواية من أين جاء بهذه المعلومة هذه معلومة دقيقة ولا توجد في تراث أي أمة بحدود معلوماتي أنا لست مطلعا على كل شيء لكنني مطلع على مختلف الثقافات في العالم مطلع على الآداب والفنون والفلسفات والأديان والتأريخ وأعتقد أن هذا واضح من خلال برامجي وأحاديثي وإن كنت لا أتحدث كثيرا في هذه المجالات التي لي إطلاع واسع فيها لأن أحاديثي دائما تنصب في الجانب العقائدي في ثقافة العطرة الطاهرة بحدود إطلاع المحدود ما وجدت في آداب أو فنون أو تفاصيل ثقافات الأمم الأخرى أن أحدا سافر إلى الفضاء يوجد في الثقافات الأخرى يوجد حديث عن سفر إلى الفضاء لكنني أتحدث عن هذه اللقطة عن أن الراجع من سفرة الفضاء إلى الأرض وصف الأرض بأنها كالدرهام هذا عندنا فقط ولكن ماذا نفعل لغبران النجف من طيح الله حظهم وطيح الله حظ منهجهم وطيح الله حظ حوزتهم التي تضعف هذه الأحادي هذه حقائق حقائق وتلاحظون الاتساق والانتظام ما بين الآيات التي تحدثت عن الدولة السليمانية والآيات التي تحدثت عن ذي القرنين وعن يأجوج ومأجوج وما قرأت عليكم من الروايات فيما يرتبط بدولة سليمان وفيما يرتبط بسفرة ذي القرنين في الفضاء وفيما يرتبط بهذه الرواية المليئة بالأسرار عجيبة هذه الكلمة ثم سألناه سألنا الأمير يا أمير الأمراء ثم سألناه الرجوع إلى أوطاننا في كل مكان مر في الرواية كانت الشهادة الثالثة موجودة إلى جنب الشهادة الأولى والثانية إلا في نجف علي إلا في نجف علي عند هؤلاء المرجئة السفلة يصدرون الفتاوى ببطلان الصلاة بذكر علي بذكر علي لا لعنة على فتاواه لا لعنة على دينه على عقائده على صلاته على صومه نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه إنما يعبد الله من يعرف الله فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا قلت جعلت فداك فما معرفة الله قال تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله وموالات علي صلوات الله عليه والاعتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم هكذا يعرف الله عز وجل رجاء اعرضوا لنا أقدم صورة 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 صورها الإنسان للكرة الأرضية بشكلها الكامل وتركوها تركوني كي أتحدث عن هذه الصورة هذه أقدم صورة أخذت للكرة الأرضية وتلاحظون التأريخ عليها 11 11 1966 هذه الصورة أخذتها وكالة ناسا للفضاء الوكالة الأمريكية المعروفة أخذتها للكرة الأرضية بهذا التأريخ 11 11 1966 قبل هذا التأريخ كانت هناك صور للكرة الأرضية لكن لأجزاء من الكرة الأرضية أما هذه الصورة فهي أقدم صورة أخذها الإنسان للكرة الأرضية من الفضاء 1966 دققوا النظر فيها للذي يراها من بعيد وفي زمان خلافة عمر سنة 13 للهجرة وما بعدها من سنوات هو هذا الزمان الذي حدثت فيه هذه الرحلة في ذلك الوقت وسلمان يحدث الذين حدثهم بهذا الحديث فكيف يصف لهم هذا المشهد قطعا سيصف لهم المشهد بمثال تقريبي محسوس موجود بين أيديهم لذا قال هذه الكلمة حتى رأينا الأرض كالدرهم هذا هو أقرب وصف لهذه الصورة الدرهم أيضا فيه خطوط نقوش الصورة التي بعدها رجعا هذه الصورة أيضا للكرة الأرضية من الفضاء عبر وكالة ناسا بتأريخ عشر اهدعش الف وتسعمية أو سبعة وستين تقريبا سنة اهدعش اهدعش الف وتسعمية وستة وستين عشر اهدعش الف وتسعمية وسبعة وستين سنة كاملة رجاء اعرضوا لنا الصورة التي بعدها هذه الصورة عشرين خمسة الفين وثمنتعش تلاحظون الزرقة بدت واضحة وتلاحظون اللون الرصاصية بدى واضحا ايضا وهذا بالضبط هو الذي يمكننا ان نتلمسه في الدراهم القديمة زوروا المتاحف ودققوا النظر فيها اخر صورة هي بايدينا عن الكرة الارضية وهي موجودة الان في الموقع الالكتروني الرسمي لوكالة ناسا الفضائية الامريكية تأريخ هذه الصورة عشر ستة الفين واحد وعشرين وكان في هذا اليوم قد حصل خسوف للقمار واثر الخسوف موجود على القطب الشمالي للكرة الارضية تلاحظون سوادا في اعلى الارض هذا السواد الموجود في اعلى الكرة الارضية هو اثر الخسوف القمري في اليوم نفسه الذي اخذت فيه هذه الصورة عشر ستة الفين واحد وعشرين هذه الصورة اقرب الى ان نصفها بوصف الدرهم مثلما وصفها سلمان الفارسي رضوان الله تعالى عليه وهو يراها بعد ان اقبل عائدا الى وطنه الى المدينة في تلك السفرة والرحلة الفضائية بقيادة امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه وكل ذلك قد جرى ضمن الاسباب وليس ضمن قانون وذل كل شيء لكم ذلك القانون اعلى رتبة اسمع ساشرح لكم هذا ايضا لكن لماذا اصنع للوقت ساكمل قراءة الرواية انا ما قرأت منها كثيرا قرأت منها شيئا يسيرا سلمان يقول ثم سألناه الرجوع الى اوطاننا سألنا الامير فقال افعل ذلك ان شاء الله تعالى واشار الى السحابتين الى المركبتين فدنتا منا فقال خذوا مواضعكم اجلسوا بحسب القوانين فجلسنا على سحابة وجلس الامير صلوات الله عليه على اخرى وامر الريحة فحملتنا حتى صرنا في الجو حتى رأينا الارض كدرهم وهم راجعون اليها ثم حطتنا في دار امير المؤمنين في اقل من طرف النظار سرعة اشد من سرعة الضو هذه السرعة لم تتوفر لا لسليمان ولم تتوفر لذي القرنين ثم حطتنا في دار امير المؤمنين في اقل من طرف النظار هذا التعبير اذا اردنا ان نفهمه بنحو علمي انه الحديث عن سرعة الضو لان الضو هو الذي ينقل لنا صور الاشياء وقبل قليل قلت لكم من ان المسافات الواسعة جدا التي تعد بارقام كبيرة من السنين الضوئية فانهم لو نظروا الى الارض ربما بحسب الوسائل التي تتوفر لديهم سينظرون الى امير المؤمنين وهو يقتلع باب خيبار في هذا الوقت في هذه اللحظة وربما وربما ذكرت لكم امثلة مختلفة قبل قليل ثم حطتنا في دار امير المؤمنين في اقل من طرف النظر وكان وصولنا الى المدينة وقت الظهر والمؤذن يؤذن وكان خروجنا منها وقت علة الشمس اي في وقت الظهر في بداية الظهر وكان وصولنا الى المدينة وقت الظهر والمؤذن يؤذن وكان خروجنا منها وقت علة الشمس علة الشمس يعني بعد بعد ان اشرقت فحينما تشرق الشمس تكون هابطة ثم تعلو فلما فلما تعلو ويشتد ضوءها يقال لهذا الوقت الظهر انها بداية الظهر تكون عند بداية الصبح بعد اشراقة الشمس حينما تعلو الشمس بعد ان كانت هابطة في وقت اشراقها وكان خروجنا منها وقت علة الشمس فقلت ايا لله العجب كنا في جبل قاف وجبل قاف يحيط بالارض كم هي المسافة فيما بينه وبين الارض نحن لا نعلم ذلك هو يحيط بها كنا في جبل قاف مسيرة خمس سنين وعدنا في خمس ساعات من النهار من اول الصبح الى وقت الظهيرة الى وقت الاذام وكان وصولنا الى المدينة وقت الظهر والمؤذن يؤذن وكان خروجنا منها وقت علة الشمس فقلت ايا لله العجب كنا في جبل قاف مسيرة خمس سنين وعدنا في خمس ساعات من النهار فقال امير المؤمنين هذه المسيرة بعيدة جدا اتعلمون ان المركبات الفضائية التي صعدت الى القمر قطعت المسافة في ايام قليلة جدا الحديث عن خمس سنين كنا في جبل قاف مسيرة خمس سنين وعدنا في خمس ساعات من النهار فقال امير المؤمنين لو انني اردت ان اخرق الدنيا باسرها والسماوات السبع وارجع في اقل من الطرف في اسرع من الضوء لفعلت بما عندي من اسم الله الاعظم قلت لكم هذا بالاسباب اسم الله الاعظم والمراد منه علم اسم الله الاعظم هذه اسباب اما محمد وآل محمد فهم فوق الاسباب في مقاماتهم العالية الامام المعصوم له مقامه البشري المقيت وله مقامه البشري المطلق هذا الذي نتحدث عنه هذا في مقامه البشري المقيت سأحدث سأحدثكم عن المقامين من قرآنهم ومن أحاديثهم ورواياتهم وأدعيتهم وزياراتهم لقد تحدثوا عن هذا في كل ما تحدثوا فيه ولكننا ماذا نصنع للشيعة التي لا تعرف إمامها لماذا لأنهم يدينون بدين المرجئة من مراجع حوزة الطوسي الذين لا يعرفون إمام زمانهم ويضحكون على الشيعة على أنهم نواب له كذابون دجال فقال أمير المؤمنين لو أنني أردت أن أخرق الدنيا بأسرها والسماوات السبع وأرجع في أقل من الطرف بسرعة هي أسرع من سرعة الضوء لفعلت بما عندي هذه باء السببية فهذا بالأسباب وليس بقانون وذل كل شيء لكم ذلك شأن آخر لفعلت بما عندي من اسم الله الأعظم فقلنا يا أمير المؤمنين أنت والله الآية العظمى هذه الآية العظمى مو ذهل السرابي مو هذه السفلة الآية العظمى هذا هذا هو الآية العظمى مثل ما يقول له سلم فقلنا يا أمير المؤمنين أنت والله الآية العظمى والمعجزة الباهرة بعد أخيك وابن عمك رسول الله كل هذا في المقام البشري المقيد نذهب إلى فاصل عن محمد بن سنان رضوان الله تعالى عليه قال كنت عند أبي جعفر الثاني إمامنا الجواب صلوات الله وسلامه عليه فأجريت اختلاف الشيعة فقال يا محمد إن الله تبارك وتعالى لم يزل متفردا بوحدانيته ثم خلق محمدا وعليا وفاطما فمكثوا ألف دا ثم خلق جميع الأشياء فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتهم عليها وفوض أمورها إليهم فهم يحلون ما يشاءون ويحرمون ما يشاءون ولن يشاءوا إلا أن يشاء الله تبارك وتعالى ثم قال يا محمد هذه الديانة التي من تقدمها مرق ومن تخلف عنها محق ومن لزمها لحق خذها إليك يا محمد وقت الحلقة صار طويلا ووصلنا إلى نقطة حساسة جدا المقام البشري المقيد والمقام البشري المطلق للإمام المعصوم هذا ما سأحدثكم عنه في علاقة يوم غد إن شاء الله تعالى لكنني أقول للذين قلت لهم سأرغم آنافكم في نهاية الحلقة أرغمت آنافكم أو لا بالحقائق هذه حقائق ماذا تقولون نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر